طيب وانا بتكلم كمان على موضوع الدوري العام انبارح كان فيه قرار من ربطة الاندية بتأجيل مباريات الجولة الخمستاشر نتيجة ان الجهاز الفني عايز يقدم معسكر المنتخب من 18 مارس ل 12 مارس وبالتالي في 6 ايام قبل المعسكر ومعادل الاجندة الرسمية فادي اسبوع كمان متأجل فيه كمان كلام على ان الاجندة الدولية التانية اللي هتبدأ في شهر 6 وده بيان الربط هو قدامكم على الشاشة المفروض الاجندة دي تبدأ 3-6 ولكن الجهاز الفني للمنتخب عايز يبدأ المعسكر يوم 27 مايو فبالتالي الفترة دي مش هيتلاقي فيها دوري اللي هي من كان بقى من 27-5 لـ 11-6 الفترة دي ما فيهاش دوري الفترة دي ما فيهاش دوري زي الفترة اللي هتتلعف من 12-3 لـ 26-3 الفترة دي ما فيهاش دوري 14 يوم ما فيهاش دوري و14 يوم في اجندة 6 ما فيهاش دوري انا كل اللي متخوف منه حاجة واحدة بس حاجة واحدة بس كده كده اجندة شهر 6 هتبدأ يوم 27-5 تبقى لرؤية الجهاز الفني بعد نهاية افريقية فيا رب الاهل يوصل فينال افريقيا يخلص فينال افريقيا يلعب 25-26-5 صوب عكده المنتخب يقود اللعيب برحته ولكن لنا نقلق منه حاجة تانية خالص ايه هي ان المعسكر لما يبدأ من 12-3 لـ 26-3 هنا هتبقى فيه مشكلة من بدري بقولها هنا هتبقى فيها مشكلة لان المنتخب عنده مباراتين وديتين في الامارات 22-26-3 الالي بإذن الله لو تأهل في صدارة المجموعة في صدارة المجموعة عنده مباراة يوم 29-3 خارج مصر يوم 29-3 خارج مصر فالمنتخب عنده مباراة يوم 26-3 في الامارات هيرجع 27 27 في القاهرة والفريق لازم يسافل لان عنده بعدها بـ 48 ساعة مباراة في أفريقيا خارج مصر الله أعلى ما تبقى فين انت وحظك بقى تبقى للقرعة يتطلع على دولة بعيدة يتطلع على دولة ريبة على حسب الظروف فدي نقطة مهمة جدا الجهاز الفني المنتخب هياخد اللعيبة 14 يوم في الـ 14 يوم دول مش هيكونوا تحت رؤية الجهاز الفني للأهل وانت رايح على مباراة خارج مصر لو تصدرت المجموعة وهتلعب في دور التمانية فدي نقطة كنت أتمنى ان الربط تاخد بالها والمباراة الودية في الامارات على قل بدل ما تبقى 26 تبقى على قل لـ 25 عموما هنشوف اللي يحصل الفترة اللي جاية اشتركوا في القناة